يواصل الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وقال مرسلنا إن الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا بينما أغلقت قبل قليل مراكز الاقتراع في مدن جنوب شرق تركيا أمام الناخبين وبدأت لجانب تلك المدن فرز الأصوات بحضور ممثلين عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات وقال مرسلنا أيضا إن العملية الانتخابية جرت بسلاسة حيث لم يسجل حدوث أي خرقات ويتنافسوا في الانتخابات 16 حزبا أبرزهم أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي فضلا عن 21 مرشحا مستقلا